في خطوة جديدة تهدف إلى تعطيل وصول حزب الله اللبناني إلى النظام المالي الدولي وطرقه المغتلفة لتوليد الإرادات التي يستخدمها الحزب فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لبنانيين والسوريين لما قالت إنه لدورهم في شبكة للتهريب من العقوبات الأمريكية والحصول على عائدات لحزب الله وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان أن العقوبات الجديدة استهدفت ثلاثة أفراد مرتبطين بالزراعة التمويلية لحزب الله اللبناني وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية لافتة إلا أن الأفراد الثلاثة الضالعين في إنتاج وبيع الكبتاكون قدموا تمويلا للحكومة السورية وحلفائها بما في ذلك حزب الله البيان أوضح أن العقوبات استهدفت محمد قاسم البزال ومحمد قصير الذي قتل مؤخرا في غارة إسرائيلية بالإضافة إلى سيلفانا عطوي التي تعمل سكرتيرا لمسؤول فريق التمويل لدى البزال وشركات مرتبطة به مثل شركة ألوميكس وشركة كونسيبتو سكرين العقوبات شملت أيضا حيدر حسام الدين عبدالغفار الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه مسؤول فريق التمويل لحزب الله والمالك القانوني لشركة جلوبا الترايدلاين اللبنانية التي تعمل في استيراد المنتجات الغذائية وحسام حماد الذي وصفته بأنه رجل أعمال وشريك في فريق تمويل الحزب وكذلك خلدون حمية باعتباره تاجر مخدرات مقيما في لبنان وله علاقات بحزب الله والفرق الرابعة في قوات الحكومة السورية وبحسب البيان أدرج في العقوبات المواطنة السوري راجف الحوت باعتباره زعيم عصابة عملت مع مديرية المخابرات العسكرية السورية وحزب الله ورجل الأعمال عبداللطيف حميدي الذي يملك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة للإتجار بالكبتاغون ترجمة نانسي قنقر